بيان للرعي العام هذه نحن عائلة سيد محمد عزوز بن حليمة الموقوف حالياً بالسجن العسكري بالبوليدة وبعد أن طلعنا على الفيديو الذي نشره تلفزيون الجزائري يوم 19 جوان 2022 تحت عنوان رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة نندد بشدة عن استعمال السيد محمد عزوز بن حليمة في أمور لا علاقة له بها والتحصل على تصريحات منه وهو في حالة نفسية جد سيئة بسبب تواجده في الحبس الانفراضي منذ أكثر من 60 يوماً مع ازدياد عدد المحاكمات ضده وظهور أعراض المرض والتعب عليه خلال كل زيارة نحن نستنكر بشدة للمصطلحات المستعملة في هذا الروبرتاج ضد السيد محمد عزوز بن حليمة وتسميته بالإرهابي فهذا يعتبر مساس بكرامته باعتبار أنه لا تزال ملفات قيد التحقيق القضائي ومساس بشرف وسمعة العائلة بحيث أصبحنا لا نخرج من بيوتنا خوفاً من الانتقام منا أو تصفيتنا جسدياً بسبب نعتنا بعائلة الإرهابي نحن نرفض هذه الأساليب التي استعملت ضد السيد محمد عزوز بن حليمة الذي من المفروض هو تحت حماية الجهة القضائية التي أمرت بإيداع الحبس ونرفض أن يستغل كآدات لتحقيق أهداف غير واضحة وننتظر تحرك السلطات المختصة لحماية سيد محمد عزوز بن حليمة من كل هذه التجاوزات وصون كرامة العائلة التي أصبحت تعيش في خوف دائم إن عائلة بن حليمة قد كلفت محامي من أجل تقديم شك وأمام سيد نائب العام ضد تلفزيون الجزائري وكل القنوات التي بثت هذا الفيديو وشك وأخرى أمام سيد وكيل الجمهورية العسكري مع التأسيس كطرف مدني عن عائلة سيد محمد عزوز بن حليمة 22 جوان 2022 وبيان آخر من محامي أو هيئة دفاع عن سيد محمد عبد الله الموقوف بسجن البوليدة ناس تنكر ونودين بشدة ممارسات التي قام بها التلفزيون العمومي المنافية للدستور والقانون وأحكام مهنة الصحافة ففي بثها لحصة تحت عنوان رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة اعترافات محمد عزوز بن حليمة الجزء الأول يوم الأحد 19 جوان تناولت بشكل خطير كأنها درجة من درجات التحقيق والتقاضي وبشكل متكرر لشخص موكلنا المتهم محمد عبد الله ووصفه بالإرهابي وهذا ما يعد دوسا حقيقيا على قرينة البراءة التي يضمنها الدستور في المادة 41 فكل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته في إطار محاكمة عادلة نعم جهة قضائية وليس جهة علامية نعم في إطار محاكمة عادلة وليس في إطار حوار صحفي موكلنا فعلا متابع بعدة قضايا جنائية وجنحية أغلبها قيد التحقيق القضائي وقاعها محمية بسرية التحقيق ولحد الساعة لم يصدر ضد أي حكم يدين بالإرهاب انتماء أو نشاطا للتوضيح كذلك موكلنا كان على موعد مع محاكمتين قبل يوم واحد فقط من هذا البث المنافي لأخلاقيات مهنة الصحافة فحرية الصحافة لا يمكن أن تستعمل المساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم طبقا للمادة 54 من الدستور فموكلنا ضربت حقوقه المكفولة دستورا عرض ذلك الحائط المتشبع بفلسفة عدم احترام لا قرينة البراءة ولا مبدأ المحاكمة العادلة خاصة وأن هذه الحصة التي بثت بضعة أيام قبل جلسة 27 جوان أمام المحكمة العسكرية تعتبر من ناحية القانونية محاولة التأثير على أحكام القضاء قبل صدورها طبقا للمادة 147 من قانون العقوبات موكلنا تأثر نفسيا بشكل كبير من هذا العمل الذي قام به التلفزيون العمومي والجهة التي تقف وراءه ويؤكد مباشرة الإجراءات التي من شأنها وقف مثل هذه الممارسات وإدانتها بالتوجه للجنة ضبط السمع البصري أولا وللقضاء ثانيا الذي يفترض فيه حماية المواطنين كل المواطنين بدون أي تمييز من أي خروقات وتجاوزات وانتهاكات لحقوقهم عن هيئة الدفاع عن سيد محمد عبدالله الموقوف بالسجن العسكري البوليدة في 22 جوان إذن هذه واحدة من الأسرة محمد بن حليمة والثانية من هيئة الدفاع محمد عبدالله وكلهما حر ومقاوم وكلهما أسير عند المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية هذه كما يثبتها هنا الأسرة أو المحامين هذه المافيا لا تحترم حتى قوانينها يعني محامي هنا على هيئة الدفاع ذاكرين المادة 147 التي تمنع التأثير على الإحكام القضائية هناك عدد من المواد القانونية في القانون الجزائري اللي رأى تحت رجل هذه العصابة تمنع هذا الفعل وأهم من القانون الجزائري هناك العقل البشري والشرائع القانونية العالمية وقبلها الشرائع السماوية التي كلها بصغة أو بأخرى تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أنتما مسمينوا آل إرهابي آل إرهابي فلا آل إرهابي فلا ورها قارنة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أين هي؟ واللي معروف بها في كل قوانين العالم وقبل ذلك في شرائع السماء وقبل ذلك في العقل أو بعد ذلك في العقل الإنساني أين هي؟ حقرتوا زوج صف ضباط بل محمد بن حليمة صف جند ومحمد عبد الله صف ضابط زوج حقرتوهم علاها ما وريتوش للناس وهكذا كانت تعليقات اليوم علاها ما جبتوش الجنرالات اللي راهم أكثر من 35 جنرال في السجن لماذا لم تأتوا بهم؟ لماذا لم تأتوا بالجنرالات الذين نهبوا البلاد؟ نهبوا الجيش جعلوا الجيش متخلف لماذا عشرات الجنرالات؟ عشرات الجنرالات لماذا موجودين في السجون؟ أنتم تتهمونهم بالفساد ونحن نعرف أنهم فاسدون أو مفسدون بعضهم ربما دخلتموه في إطار الصراع لكن وريتونا مثلاً بوعزة وسيني اللي وصل إلى درجة أنه كان جايب ميهوبي ونحي تبون وتبونهم الآن وشينجري حينتقموا منهم وريتونا مثلاً توفيق اللي كان سجنه القايد صالح واللي حكم البلاد 25 سنة من هو المجرم الحقيقي؟ بن حليمة ومحمد عبد الله اللي خرجوا يقولوا يا جماعة ها هي الفساد ها هي ملفات الفساد ها هو الجنرال الفلاني ها هو العقيد الفلاني ها هو الرائد الفلاني ها هي القضية الفلانية بالأدلة في 90% من الأشياء اللي يتكلموا عليها كانت بالأدلة هل اللي خرجوا يبلغوا على الفساد؟ واللي في كل العالم الأمم والدول تحترم المبلغين على الفساد بل حتى في قانونكم يا عصابة تقولون أن اللي يبلغ عن الفساد محمي هل هو أسوأ من توفيق اللي حكموا البلاد واذبحوا للشعب وشاركوا في ذبحوا وفي الانقلابات 25 سنة أكثر من ترطاك اللي رقم زلتوا سجنين اللي كان يجيب الشاليمو ويجيب الشينيو اللي يحفر بها عيون الأبرياء عسكريين ومدنيين أو حتى ظالمين تحكموا عليهم بالشينيول تحفروا لمعيونهم بالشينيول سعيد بوتفليقة اللي قال عندي أسرار لو كانت تحدثها الزلزل الدولة جبتوه قدمتوه للتلفزيون طبعا نحن من حيث المبدأ نرفض تقديمهم مع ذلك من الأسوأ قليلا نمشوا في حساباتكم من الأسوأ سعيد بوتفليقة اللي خرج حتى القيد صالح وقال البلاد كانت تحكمها عصابات وكنا تحت استعمار ثاني وقام باعتقاله وهو ساجنين وهو مصدرين عليه شحال من حكم أم وسيني أم شواقي جنيرال شواقي أم الجنيرال المال اللي لقيته في في بيته فقط ثمنمائة مليار سنتيم بالدينار فقط خلاف لورو والدولار والذهب وخلاف لكونت في الخارج هذه باعترافكم أنتم وعشرات الجنيرالات الآخرين ومئات من العقادة والرواد صحيح بعضهم مظلوم وبعضهم تصفيد حسابات لكن الأغذابية بأدلة وبشهادة لا ما خرجتهمش تخرجوا في كابران لأنه خرج من يديكم لأنه أفضحكم وسلمتلكم فرنسا إسبانيا ظلماً وعدواناً شوف كل ما تقولوه على بن حليمة وعلى محمد عبد الله يكفي أن نرجع للمنظمات الحقوقية الإسبانية والأوروبية والدولية أنها كلها قالت أن تسليمهم كان باطلاً أن تسليمهم كان باطلاً أن هؤلاء سلميين أن هؤلاء مبلغين على الفساد أن هؤلاء ليسوا إرهابيين أنهم ليسوا مفسدين هل العالم يستمع لكم أم يستمع للمنظمات المعروفة دولياً هل العالم يستمع لكم وأنتم اللي حكمتوا على نزار 20 سنة ثم لما اختلتوا القايد سالح جبتوه في طائرة رئاسية وبالليزونير ميليتير وبالموسيقى العسكرية وبالباسبورت ديبلوماسي أين القضاء؟ قضاءكم قضاء تليفون مخابراتكم مخابرات تليفون بل أين رؤساء المخابرات؟ أربعة من رؤساء المخابرات رهم في السجون أربعة من قادة الدرك ثلاثة منهم رهم في السجون وواحد رهال وعشرات كبار ضباط وعشرات الوزراء والولات بما فيهم رؤساء ووزراء على ما جبتوه أويحيا ثلاثين سنة من الفساد بما فيهم عشرين سنة في الحكم خمسة وعشرين سنة وبالضبط ستة وعشرين سنة من ستة وتسعين في واحد وثلاثين ديسمبر أو ثلاثين ديسمبر خمسة وتسعين عينا رئيس وزراء في نهاية خمسة وتسعين يعني يقارب سبعة وشرين سنة وقبلها كان رئيس ديوان زروال كان هو الحاكم الحقيقي على ما تخرجوش وهو الذي اعترف بأنه كان يشد لينغو دور ويبيعهم في المارشي نوار في محاكمة علنية وقال ما نيش أنا نديرها فقط كلكم تديروها كل الوزراء كل كبار الجنرالات كل كبار الولايات يديروها على ما جبتوه السلال على ما جبتوه طيب بالعيز طيب لوح عبدالغاني الهامل وعشرات من كبار المسؤولين مدنيين وعسكريين حقرتو كابران لأنه فقير ولأنه فضحكم ولأنه خرج بعد ما شاف لعجب في وزارة الدفاع وقبلها في تندوف حقرتو سرجان شاف لأنه كان يشوف بعينيه في الطائرة في الهليكوبتر اللي كان يطلع فيها يشوف الفساد والتهريب من تبسة وما جاورها إلى تونس ومتورطين فيه كبار المسؤولين في العسكر وفي الدرك والمدنيين جميع اللي كان آمين عام لا فلان كان رب طراباند هو ما زال في تبسة علىها ما جبتوش هؤلاء تعودتم أنكم تحكروا الشعب والشعب فقط وأبناء الشعب فقط فهؤلاء المجرمين الكبار نصف العصابة في السجون ونصفها مع تبون وأنتم تعرفون هذا جيدا موسيقى موسيقى